من كم يوم كده الاسبوع اللي فات تقريبا فحضور السفير السعودي في تونس مزيعة مزيعة ومحامية باين يعني حاجة كده يعني استضافته في برنامج السفير السعودي فعشان تعرض عملت ملحمة تعرضية في الاول لكنها صبت على دماغ اللي خلفوها فحابت تعمل تعريض لم يكن يحلم به أصلا السفير السعودي عن إنجازات المملكة العربية السعودية التاريخية وإيه اللي قدمته لتونس فكان هذا المشهد البذيء والمهين للمذيعة فتونس أكبر من أي إهانة ضيفنا المبجل سعادة سفير المملكة العربية السعودية والليلة في برنامجنا لها نكهة خاصة بحضور سعادة سفير لأنه كذلك عام 1957 حضر الملك فيصل ابن عبد العزيز للاحتفال بالذكرى الأولى للاستقلال علاقاتنا التونسية السعودية هي علاقات ضاربة في عمق التاريخ ما هيش من اليوم وقت اللي نشوفه الآن تونس تحتظن القمة العربية أو بزيارة الأمير محمد بن سلمان عندها يظل شهرين أحنا أول من زارة المملكة العربية السعودية هو الشيخ عبد العزيز الثعال وذكر رحلته في كتابه الرحلة اليمنية ومن الحاجات اللي حكي عليها هو لقاءه بالملك عبد العزيز وكيف استشاره في الخلاف الحدودي مع دولة اليمن يا لام سبت إيه بعدك يا معرضة سبت إيه اللي جاي بعدك أول زارة كيف استشار الملك عبد العزيز بخبرته وعلمه الواسع فظيعة فظيعة الولاية دي فظيعة جماعة يا ناقاس فظيعة جدا قوي 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 ده كتير والله كتير شفت سافر السعودية بصص فاتح بوقو مش بندا يقول له يخرب بيتك انت جبت الكلام ده منيه لسه لسه معمال ناس حاجة كمل مع المشهد التعريض الرز يا جماعة يدوب الحديث بورجيبة من لا يذكر كون بورجيبة في رحلته الشرق أوسطية وفي رحلته إلى المملكة العربية السعودية بالذات لم يجمع الكثير من المال ولكن أكل أزمة هذيك فك هالو الملك عبد العزيز السعود وقتل يعطاه المال الوفير لتسليح الثورة المسلحة بتونس ثورة التي أدات إلى استقلالنا أكبر تدخلت على بورجيبة كمان بورجيبة السعودية ليه أفضل عليه هو هدخلش المربع ده لا بجد بورجيبة كمان بورجيبة عمله إيه؟ عملت له إيه السعودية بورجيبة قولي 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 يا أختي وهنا فقد السفير السعودي القدرة على أنه يعمل أي راكشا قصة كانت أكبر من قدراته كسفير السعودي شاف تعريض كتير وقليل شاف ناس بتقلع أكتر ما بتلبس يعني وضع حياة بتبقى أدخل أنت السفير السعودية اللهم لا عزد يعني هو تقريبه ما تشبش حد بيلبس هو شوف الناس بتقلع عن أخلاقها يعني أخلاقها طبعا أنتوا فاهمين فالمهم فالرجل فقد النطر خلت المالك عب عزيزة الذي كان لا يمتلك مالا يعني المال ما كانش هي السعودية يمول يكون السبب في تحرير تونس قاله لما لم تذكرها دورية واحدة ولا كتاب تاريخ ولا أطبور من الأضبير الأضبير دي جامع أطبور ولا أي حاجة لها أي ذكر في أي حاجة قبل كده جاءت بها هذه الجهبذ التي أعجزت من يأتي بعدها من المعرضين وخلت عب عزيز عب عزيز هو اللي مول الثورة التونسية عشان الاستقلال ويبقى لي فضل على بورجيبة اللي يعيش ياما يشوف اللي يعيش التعريض كان بلا حدود زي ما بقولك في رجال في أشباه رجال وأشباه أشباه ويعني قاله مصر أم عباس بقولك الراجل بص عمل كده خايف يقول كرسة يعني المشهد فوق قدرته على التعامل معاه مع أنه يعني متعود دايما يعني عايش مع هذه النماذج طوال الحياة هذه الست مذهلة يا جماعة مذهلة 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 مذهلة